ردود فعل غاضبة تصدرت المشهد العراقي بعد موافقة حكومة الإطار التنسيقي على تمويل انتخابات مجالس المحافظات بمبلغ 150 مليار دينار في ظل السمرار سياسة تدور الانتخابات لنفس الوجوه وتمكين نفس العصابات والسراق مرة أخرى على مجالس المحافظات والتي حلت وأنهي عملها على وقع تظاهرات ثورة تشرين عام 2019 لعود البرلمان الحالي ويصوت على تحديد السادس من تشرين الثاني 2023 موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد أن قادت قوى الإطار التنسيقي الموالية لإيران حملة لتمرير تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات وإلغاء نظام القائمة المفتوحة والدوائر الانتخابية المتعددة داخل المحافظة الواحدة الأحزاب المتهمة بالفساد ومكاتب الميليشيات الاقتصادية بدأت سباقها المبكر لتسويق مرشحيها كمرشحين جدد في انتخابات مجالس المحافظات والتي ستكون أول انتخابات لمجالس المحافظات تجرى منذ نيسان 2013 عقب تصدر قوائم تابعة لنور المالكي المتهم بسرقة ميزانية الدولة وتبديد أموالها في تلك السنة والتي تلتها اقتصاديون كدوا أن مجالس المحافظات منذ تأسيسها سنزفة المالية العامة بعد أن أصبحت الدولة ملزمة بتحمل مصاريف شهرية تتجاوز المئتي مليون دولار شهريا مبينين أن المبلغ المخصص لمجالس المحافظات يمكنه بناء 115 جامعة متطورة في عموم العراق أو تشهيد 115 جسرا ونفقا في المحافظات أو بناء 200 مدرسة عملاقة في المحافظات تسعى لآلاف الطلاب ويوجه ناشطون سيلا من الانتقادات لعمل مجالس المحافظات متهمين إياها بترسيخ قيم الفساد وثقافته وتحولها لسد منيع يحول دون تحقيق مطالب العراقين في الحصول على الخدمات مراقبون بيّنوا أن مجالس المحافظات تعد حلقة فارغة أقدمت عليها الأحزاب للاستكمال مسلسل توزيع المناصب والحصول على الوظائف وتنفيذ المشاريع التي تدر عليها أرباحا عالية على حساب النوعية وهذا ما حدث فعلا في الكثير من المحافظات حيث توقفت الكثير من المشاريع الخدمية أو لم يتم تنفيذها لأسباب تتعلق بتقاسم الكعكة بين الأحزاب والميليشيات المكونات للمجالس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر